قام قطاع التكوين المهني والتمهين لولاية الأغواط بصناعة عدد معتبر من الكمامات الواقية وتوزيعها مجانا على مختلف العاملين أثناء أزمة انتشار جائحة كورونا كل من المتقاعدات والمتطوعات لكي نساهم في خياطات الكمامات والمعازل الخاوتنا اللي رأهم مضرورين والعمال الصحة وعمال الحماية المدنية بالإضافة إلى عمال التطهير والعمال البلدية قارنا هنا يا رأنا مجندين متطوعات المبادرة لم تقتصر على صنع الكمامات بل إن المآزر الطبية الواقية وبقية المستلزمات الوقائية كان لها نصيب من الصنع لتخضع جميعها إلى بروتوكول تعقيم خاص قبل توزيعها قمنا بتسليم الدفع الأولى من الكمامات إلى الولاية مقدرة بخمسة ألاف وحدة والعملية متواصلة كما قمنا بتسخير الورشات بقطاع التكل مهني إضافة إلى الأستاذات في قطاع التكل مهني كما تطوع بعض الأستاذات في الغرفة الحرفية نتمنى إن شاء الله فقط بهذه المناسبة وأن تصل الكلمة إلى المواطنين الذين يريدون التبرع بمجهودهم اللي عندهم إمكانيات في مجال الخياطة تصلوا بمركز التكل مهني والتمهين حدباوي خديجة بالأغواط وهذا للمساهمة في هذا المجهود الطيب مبادرة تنم أن معدن الجزائريين يظهر عند المحن متحدين متكاتفين من أجل تجاوز كل الصعب اشتركوا في القناة